دكتور نتكلم بقالنا سنين عن التدخين وقصار التدخين والبيوت اللي فيها تدخين والغاية دلوقتي التدخين موجود والغاية دلوقتي البيوت فيها تدخين العداد دي ما اختلفتش مع الدعم الإعلامي ولا مع الكلام اللي بقالنا سنين بنقوله هو طبعا للأسئة هو الدعم الإعلاني الحقيقة دي ساهم في الدول المتقدمة في تقليل المدخرين فعلا يعني الدول المتقدمة فعلا بقت بتقلل من التدخين بسبب القوانين الرادعة المعمولة وحظر التدخين في أماكن كتير بيخلي التدخين في أماكن يعني مش مريحة دايما أماكن مغلاقة أماكن بيزحق المدخرين آه بتتعبوا تبقى بعيدة فغير انه هما طبعا زاد قوي الوعي والحاجات دي للأسف التدخين بيزيد في الدول النامية اللي زي دولنا زي بلادنا يمكن احنا مش بنطبق برضو القوانين صحيح آه بدقة وبشدة على المدخنين التضييق عليهم علشان زي ما بيقولوا نقرفهم عشان يبطلوا تدخين فما زال التدخين مشكلة كبيرة في مصر بالرغم كلنا ملاحظين ارتفاع أسعار السجاير وأسعار كل أنواع التبغي الناس مستمرة في التدخين ومعرفش يمكن السجارة برضو ممكن للإنسان الفقير أو يمكن هي تعتبر برضو أرخص متعة بالنسبة للمتعة كتير زي المصرح أو السينما أو الأوبرا اللي احنا نقدر للأسف هي متعة قاتلة للأسف يعني بعد كده طبعا هي متعة للصحة يعني طبعا قاتلة وإحنا زي ما حرارك بتقول التدخين السلبي إن احنا بيوتنا كلها برضو بيوت صغيرة مش عايشين في فيلال أغلبنا ولا غرف مغلقة على أولادنا وعلى زوجاتنا فتدخين السلبي خطير جدا غير الازدحام الشديد اللي عندنا في المواصلات وفي المولز والحاجات دي أماكن برضو مغلقة فالتدخين السلبي اخترب أضراره من التدخين الإيجابي على المدخن وعلى الغير مدخن طبعا أثار هذا التدخين السلبي كتير من الأباء المدخنين في بيوتهم ما بيخدش باله بيبقى عايز يشرب سجارة فيشرب سجارة أمام أطفاله وزي ما حرارك قلت البيوت بتبقى يعني يعني ما هياش متسعة جدا فبالتالي بيبقى ابنه أو بنته جنبه وهو بيدخن السجارة دي عايزين نقول للأباء المدخنين اللي بيدخنوا أمام أطفالهم خطورة ده على الجهاز التنفسي لهذا الطفل الذي في طور النمو زي ما بيقول أنا بتجيلي الزوجة مثلا وهيها زوجها وهي مريضة فبقى أقول لها زوجك بيدخن يمرضت لا بس بعيد عنها قوله في الجنينة بتاعت الفيلا على طول لا الله بس ببقى في الشباك ومشغل الشفاط وفي المطبخ كل ده ما ليش تأثير إحنا بيوتنا ديقة والتدخين السلبي بيأثر على الزوجة أولا إذا كانت يعني هو ليه تأثيرات يعني مبدئيا لو أنت ناوي زوجين وناويين الحمل مثلا بيأخر الحمل لو حصل حمل ممكن ينهي الحمل مبكرا يعني أنت زوج بتدخن ومتزوج حديثا ممكن يسبب إجهاد مبكر بعد كده ممكن يسبب تشوهات للجنين أثناء الحمل ممكن يسبب